موسيقى أهلا بكم جدينا الكرام حلقة جديدة من 30 دقيقة نبحث فيها اليوم ماذا بعد رفض واشنطن للاستفتاء على استقلال كردستان العراق تصويتا ونتائجا ومتى تنضج الظروف المحلية والدولية لبدء حوار حقيقي دعت إليه واشنطن بين بغدادة وأربي الله موسيقى نرحب في 30 دقيقة هذا اليوم بسيد تود رافنر الباحث في مركز مشروع ديمقراطية شرق الأوسط يشاركنا الحوار من واشنطن أهلا بك سيد رافنر وترحيب دائما موصول بضيفنا من القاهرة الدكتور عاطف السعداوي الباحث في مركز الأهرام لدرسات سياسية والاستراتيجية أهلا بك سيد سعداوي أهلا بضيفين الكريمين بمشاهدين الكرام كما تعودنا سنبدأ اللقاء بعد لحظات عالة الثقوف ربما هو العنوان الذي يصف هذه المرحلة التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور من قبل بغداد لأربيل وأربيل تتاهب بغداد من جهة أخرى بالاستبدادية وحكومة طائفية وبأن العراق ليس دولة جاذبة بل دولة طاردة ولذلك تم الاستفتاء وتم نتائجه واشنطن دخلت على قط الأزمة تيلرسون يقول التصويت والنتائج يفتقران إلى الشرعية ونواصل دعما عراقا موحدا اتحاديا ديمقراطيا ومزدهرا سيد عاطف سعداوي حينما تدعو واشنطن إلى حوار عند هذه النقطة برأيك من أين يمكن البدء يعني أعتقد أن مسألة الحوار هي مسألة ملحة ويجب أن تبدأ فورا لأنها البديل عن استقلال كردستاني يعني لو قلنا أن الاستقلال هو رغبة كبيرة عند الأكراد فإن البديل له أنهم يجدون أنفسهم مواطنين في دولة حديثة ديمقراطية تعلي من مبدأ المواطنة ويشعرون فيها أنهم شركاء في الحكم لكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن فأعتقد أن البديل هو بالفعل الاستقلال لأنه كما قلت في تقديمك أحمد أن الأكراد يقولون أن العراق دولة ليست جاذبة للبقاء فيها وهو فعلا وضع حقيقي أنا كان لفت نظري تعليق باحث كردي قال أنهم الأكراد لا يرغبون في الانفصال عن بغداد لكنهم يرودين الاستقلال عن ولاية الفقه وهذا هو الوضع الراهن فعلا العراق دولة تحكمها الطوائف يحكمها منطق طائفي وبالتالي إذا كانت هناك دولة ديمقراطية حديثة مدنية تعلي من شأن المواطنة والأكراد يكون هنا شركاء حقيقيين فيها أعتقد أن ذلك وربما يكون المسعى الوحيد والبديل لمساعي الانفصال أو لمساعي الاستقلال خاصة أن هذه المساعي ليست ولدة اللحظة هي موجودة والاستفتاء لم ينشاها الاستفتاء فقط كشف عنها وبالتالي لو تراجعت تحت الضغوط الإقليمية والدولية الآن فإن هذا ليس معناه أنها انتهت ربما تتوارى قليلا لكنها ستعود في أي وقت مقبل وبالتالي أتوقع أو أرى أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للبدء في مناقشة أثار هذه الأزمة وربما هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة طيب سيد طدر دعت واشنطن إلى ضبط النفس ودعت أيضا جيران العراق وكردستان إلى ضبط النفس وعدم التصرف بأي شكل منفرد أو أحادية ودعت أيضا إلى الحوار من أين يمكن بدء هذا الحوار برأيك من غير الواضح ما هي الخطوة التالية أولا كان هناك رفض لشرعية هذا الاستفتاء ولكن ما هي الخطوة التي تنتظرها أمريكا الآن والتي يمكن أن يبدأ بها الفريقان بمعنى الحكومة العراقية وكردستان وربما أن الإقليم يستعمل هذه الورقة ورقة الاستفتاء بالضغط على حكومة بغداد والحصول على بعض التنازلات لنرى إن كان الحوار سيبدأ الآن سنرى أيضا كيف ستتطور التوترات في الأيام المقبلة برأيك هل تقبل أربيل بأي نوع من أنواع الطردية بعد نتائج الاستفتاء الذي خرج بأغلبية ساحقة لجهة الاستقلال عن العراق يسعب القول ولكنني شخصيا أعتقد بعدما استمعنا إلى تصريحات كثيرة إن الأكراد لا يريدون أن يستقلوا بدءا من الغد رغم الاستفتاء ولكنهم يريدون أن يتوجهوا على هذا الطريق وبالتالي اليوم مع كل الضغطات التي تأتي من تركيا وإيران وكذلك من داخل العراق قد يشجع ذلك الأكراد إلى الانتظار أو قد يدفع بهم إلى تعزيز موقفهم والتوجه نحو الاستقلال فعلينا أن ننتظر ونرى كيف ستتوجه الأمور في الأيام المقبلة الأزمة تعدت وتخطط أيضا سيد سعداوي الداخل العراقي ما بين أربيل وبغداد وتعدته إقليميا ووصلت الأبعاد إلى الأبعاد الدولية برأيك كيف يمكن أن يتصرف جيران العراق الرافضين لفكرة وجود دولة كردية في هذه المنطقة بالتأكيد أحمد الأزمة تتعدى العراق وربما هذا هو العامل الأصعب في موضوع تنفيذ حلم استقلال الأكراد هو أنهم موجودون في بيئة إقليمية رافضة تماما لفكرة الانفصال ربما هنا المسألة تتعدى حتى الداخل العراقي في اعتقادي الشخصي أن لو كانت أزمة متعلقة فقط بالعراق لكان الأكراد استقلوا منذ فترة طويلة مثلما استقلت جنوب السودان على سبيل المثال لكن بما أن المسألة تدخل فيها أطراف إقليمية مؤسرة فأعتقد أن هذا في رأيي هو السبب الرئيسي لعرقلة خطوات الاستقلال وهنا أتحدث تحديدا عن إيران وعن تركيا يعني هنا ربما الخوف من تأثير نظرية الدومينوس أنه عندما استقل الأكراد سوف يشجع ذلك النزاعات الانفصالية سواء في إيران وسواء في تركيا أو حتى في سوريا فأعتقد أن هذا هو الهاجس الرئيسي وربما هذا هو المعرقل الرئيسي في الموضوع لكن في تقديري الشخصي أن هذه الأطراف أيضا لا تملك الكثير لفعله يعني عندما يتحدث البعض عن مناورات عسكرية أو ربما شن حرب فسؤالي هو هل شن الحرب هو الذي سيحفظ وحدة العراق هل شن الحرب هو الذي سيبقي الأكراد داخل الجسد العراقي أعتقد أن هذا ربما تحليل مبالغ فيه أو ربما فيه نوع كبير من المبالغة في اعتقادي كما قلت في الفقرة الأولى أن الحوار وتهدئة المخاوف مع كل الأطراف أعتقد أنه هو المدخل المناسب للموضوع يعني هنا لا ننسى أن الأطراف التي تحدثنا على الأطراف الإقليمية كإيران وتركيا لها مصالح كبرى أيضا مع إقليم كردستان يعني هي أيضا ستتضرر حتى من الإجراءات العقابية التي هددت بها هذه الإجراءات حتى الآن تظل في إطار التهديدات وتظل في إطار الكلام والتهديدات الكلامية لم تجرؤ تركيا مثلا على إيقاف صدرات النفط من كردستان أو من كاركوك لأنها سوف تتضرر بشدة وبالتالي أعتقد أنها سوف تظل في إطار الكلام وبالتالي أعتقد أو في اعتقادي الشخصي أن المسألة متعلقة بتقوية الأوراق التفوضية لكل طرف أعتقد أن الأكراد لعبوا لعبة جيدة بمحاولة إظهار الرغبة الكبيرة من قبل الشعب الكردي في الاستقلال وبالتالي أعتقد أنه سيكون لديهم قوة تفوضية كبيرة في أي مفاوضات ستنشأ مع الحكومة المركزية في بغداد على الحكومة المركزية في بغداد أيضا أن تقدم تنازلات يعني رغم كل التعقيدات أو رغم كل الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في موضوع كردستان إلا أن أعتقادي أن الحل سيكون عراقي هناك تنازلات كبرى يجب أن تقدمها الحكومة المركزية في بغداد يجب أن يشعر الأكراد أنهم شركاء في الحكم وليسوا مجرد يتم تقديم لهم صلاحيات شكلية أو مناصب شكلية وهمية كما تم منذ عام 2003 يجب أن يشعروا أنهم أولا أنهم شركاء حقيقيين في حكم العراق ثانيا أنهم شركاء في حكم بلد ديمقراطي حقيقي مدني ليس بلدا طائفيا لا تحكمه طوائف ولا تحكمه ميليشيات في اعتقادي أن هذا هو الحل الوحيد لهذه الأزمة المعقدة برأيك سيد رافنر في ظل وضع ملتبس إلى حد ما في العراق واتهامات توجه للحكومة العراقية ما بين الحين والآخر بأنها حكومة طائفية وتسيطر عليها بالتحديد ربما إيران كما يقولون هل هناك أي نوع من الحل حلة بنتائج الاستفتاء التي قرج بها إقليم كردستان بالانفصال عن الجسد العراقي الأمر أعتقد يعود إلى القيادة في بغداد وفي الإقليم طبعا لا أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية العراق الموحد الآن ولكن الأكراد يعتقدون أنهم ربحوا بعد الأوراق التفاوضية ونعرف أن نتائج استفتاء غير مفاجئة يتوقعها الجميع ولكن هناك فرصة في هذا المجال في أن نبقي العراق دولة موحدة هذا لا يعني أن الأمور لن تتحول بسرعة وأن الأكراد لن يقرروا ربما عما قريب التركيز على الاستقلال لو رأوا أن ذلك من مصلحتهم التوازن هنا سيكون صعبا وطبعا أمريكا تفضل أن يبقى العراق موحدا هذا موقف أمريكا التاريخي ويأخذون هذا بعين الاعتبار الحرب ضد داعش هل أيضا تبتعد إيران عن الحكومة المركزية في بغداد بحكم أنها كانت دائما متهمة بأنها تسيطر على مجريات الأمور في العراق من خلال تلك الحكومة هل تتخلص حكومة بغداد المركزية من سيطرة إيران عليها كما تتكلم الاتهامات أعتقد أن إيران ستستمر في لعب دور مهم ويبقى نفوذ إيران موجودا على الحكومة العراقية هذا لن يتغير عما قريب ولست أدري إن كان ذلك يؤثر مباشرة على أي قرار استقلالي في كرديستان ونحن نعرف أيضا أن إيران تخشى استقلال كرديستان لأن لديها أيضا مواطنون أكراد وبالتالي من مصلحتهم أن لا يدفع الأكراد إلى المطالبة بالاستقلال الكامل سيد سعداوي المرجع الديني العراقي علي السستاني حذر أيضا من عواقب غير حميدة أو محمودة لنتائج هذا الاستفتاء وأكد أن ذلك يمس بالدرجة الأولى حياة المواطنين الأكراد كيف قرأت هذا التصريح؟ هذا التصريح بحد ذاته يعكس بشكل كبير حقيقة الأزمة في العراق عندما تتغلب الفتاوى اللام من المراجع الدينية أو الفتاوى الدينية على الأراءة السياسية هذه هي الإشكالية الكبر ربما كان هذا هو أحد الدوافع الرئيسية التي دفعت الأكراد إلى الاستقلال أو إلى تنظيم الاستفتاء أو إلى رغبتهم في الانفصال لأنهم يعرفون أن من يحكم بغداد أو من يحكم العراق الآن هي مرجعيات دينية ميليشيات وليس جيوش نظامية وتصريح السستاني هنا معبر بشدة عن الحال أو الوضع الحالي في العراق هذا مرجع ديني ما دخله بالسياسة وبالتالي إذا أردنا كما قلت أن ننهي مسألة أو نعالج أزمة الاستقلال هنا يجب أن تتوقف هذه الأصوات الدينية وأن تحكم بغداد من قبل مرجعيات سياسية وليس مرجعيات دينية وأن تكون المؤسسة العسكرية هي جيش نظامي وليس ميليشيات طائفية كالحشد الشعبي وغيرها وبالتالي تصريح السستاني من وجهة نظري عاكس بشكل كبير حقيقة الأزمة في العراق وهي الحقيقة وهي أزمة تنبع بالأساس من بغداد أن بغداد تحكمها مرجعيات دينية وتحكمها ميليشيات عسكرية وليست جيوش نظامية أو مؤسسات سياسية وبالتالي طالما استمرت هذه الأراء الدينية وطالما استمرت هذه الهيمنة للرموز الدينية في بغداد فأعتقد أنها لن تصبح إطلاقا دولة جاذبة لأي إقليم فيها وقد يصبح انفصال كردستان حقيقة لا منصة منها برأيك لماذا غبت الجامعة العربية هل لديها ما يكفيها من القضايا والمشاكل أم أن الأمر لا يعنيها برمته برأيك سيد سعداوي أعتقد أنه ليست فكرة أن الأمر لا يعنيها هنا نتكلم عن شيئين أو موضوعين رئيسين الأول متعلق بتأثير الجامعة العربية نفسه كما تعلم ويعلم الجميع أن تأثير الجامعة العربية في الملفات الرئيسية أو في قضايا الأمة العربية الرئيسية تأثير قليل جدا وليس له دور يذكر يعني هنا عندما أتحدث عن أزمات ربما أكثر تأثيرا على الجسد العربي مثل الأزمة السورية أو الأزمة اليمنية أو الأزمة في ليبيا أو حتى عندما انفصلت جنوب السودان عن السودان لم يكن هناك أي دور يذكر للجامعة العربية وبالتالي الآن الحديث عن دور للجامعة العربية في هذه الأزمة أعتقد أنه نوع ربما من تمني المستحيل أو طلب أشياء غير واقعية بالمرة الجزء الثاني المتعلق بأن الموضوع في العراق أعتقد أنه يتجاوز حتى قدرة الجامعة العربية ويتجاوز قدرة الأطراف العربية الفاعلة خارج الجامعة على لعب دور مؤثر الأمر مرتبط بالحكومة المركزية في وغداد بحكومة إقليم كردستان بالقوى الإقليمية المؤثرة كتركيا وإيران بالقوى الأكبر المؤثرة في الوضع العراقي وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هنا أعتقد أن الحديث عن دور الجامعة الدول العربية أعتقد أنه رفاهية ليس لها محل في هذا الموضوع برأيك سيد طاض هل سترسل واشنطن مبعوثها إلى المنطقة للتباحث مع بغداد وأربيل بهذا الخصوص أم أنها ربما تستضيف بشكل أكبر مباحثات مباشرة هنا في واشنطن بين الجانبين أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ترسل شخصا إلى العراق للتوسط خاصة وأن الجيش الأمريكي موجود وكذلك عدد الدبلوماسيين في العراق مهم وإن رأوا لاحقا ذلك ضروري يمكنهم أن يأتوا بالجميع إلى واشنطن والحلفاء أيضا يمكنهم أن يستمروا في لعب دور ما هناك من جيران العراق دول حليفة لواشنطن دعنا نسمي تركيا على سبيل المثال والتي أعربت عن امتعاضها الشديد من الاستفتاء ونتائج وتخشى على أن تقدم أجزاء من أراضيها نتيجة لهوية كردية في الجنوب الشرقية في الجنوب الشرقي من تركيا بالتحديد برأيك كيف تتصرف تركيا تحديدا في ظل رفض واشنطن للاستفتاء جملة وتفصيل أردوغان والحكومة التركية كان حدا جدا بعد الاستفتاء والتصعيد الكلامي غالبا لا يرافقه تصعيد على الأرض ولكن طبعا تركيا لديها مخاوف مشروعة فيما يتعلق بتوجه الإقليم نحو الاستقلال لا أتقد أنها ستصل إلى التدخل العسكريا أو إلى أي اجتياح ولكن من دون شك الحكومة التركية ستتصرف بسرامة خاصة عبر الضغط الاقتصادي لمنع الأكراد من التوجه نحو الاستقلال من المهم جدا والمسير للاهتمام أن نرى ما ستفعله واشنطن في هذه الأزمة ماذا عن إيران سيد سعداوي تحدثنا عن تركيا ماذا عن إيران التي لها مخاوف أيضا لوجود أكراد في مناطقها الغربية ربما يكون لهم ذات الحلم الهوية الكردية أو وطن كردي يعني دعني فقط أحمد في نصف دقيقة قبل الحديث عن موقف إيران أريد أن أعلق فقط على الموقف الأمريكي يعني ليست كما يصور أنها رافضة جملة وتفصيلا لاستقلال إقليم كردستان أعتقد أنه ربما يكون هذا هو الوضع الحالي أو الوضع الراهن المسألة متعلقة فقط بالتوقيت يعني ربما تكون رافضة لاستقلاله في هذا التوقيت لكن من حيث المبدأ أعتقد أن الولايات المتحدة لا تمانع إطلاقا من استقلال إقليم كردستان لأن الحرب على الإرهاب مستمرة وبالكاد نتخلص من تنظيم داعش سواء في سوريا أو العراق الآن الحديث عن أنه مفتقر إلى الشرعية فواضح تصريحات واشنطن بهذا الخصوص سيد سعداوي بكل تأكيد لكن ليس كل ما يذكر في العلن معناه أنه يعبر عن الموقف الحقيقي يعني دائما ما كان يقال أن واشنطن تعارض استقلال كردستان في العلن لكنها تؤيده في الخفاء يعني كل ما أريد الإشارة إليه الآن أنه حتى لو كان هذا الرفض حقيقي الآن فليس معناه أنه سيكون حقيقيا في المستقبل يعني أنه من حيث المبدأ هو كلام عن التوقيت أو ربما كلام عن كيفية الاستقلال وإجراءات الاستقلال لكن ليس من حيث المبدأ أو من حيث رفض الاستقلال من عدمه وبالتالي أعتقد أن المعطيات المؤثرة على الموقف الأمريكي حاليا قد تتغير مستقبلا وليس فقط في المستقبل البعيد قد يكون أيضا في المستقبل القريب إذا رتبت لها الموضوع يعني هنا أتحدث أنه لو انتهت على سبيل المثال مبررة في موضوع وحدة الحرب على الإرهاب إذا انتهت الحرب على الإرهاب وتم دحر خطر داعش هل معنى ذلك أن موقف واشنطن قد يتغير؟ بالفعل قد يتغير وبالتالي أعتقد هنا أن موقف واشنطن ليس موقفا مبدئيا لكنه موقف ربما مرتبط بالتوقيت ربما مرتبط بالصيغة ربما مرتبط بتوفير إطار إقليمي أو ترتيبات إقليمية يمكن فيها تفسير الموقف الإقليمي الأمريكي بشكل أوضح وبالتالي هنا أتحدث عن أنه ليس موقفا مبدئيا وأن أمريكا قد تؤيد استقلال الإقليم في أي فترة إذا توفرت الظروف أعود إلى الحديث عن الموقف الإيراني في تقديري الشخصي أن إيران ليس أمامها الكثير لتفعله وإذا أرادت إيران فعليا أن توقف استقلال إقليم كردستان عليها أن تترك للعراق قراره أن يكون القرار هو قرار الحكومة المركزية في بغداد وليس قرار تهران أن يحكم العراق رئيس وزراء يعبر عن كافة أطياف الشعب العراقي وأن ينتهي نظام ولاية الفقير داخل بغداد وبالتالي أعتقد أن تأثير إيران هنا لوقف الاستقلال أن يكون تأثيرا غير مباشرا بتقليل تدخلها في القرار العراقي وليس من خلال ما يقال عن منورات عسكرية أو شن حرب أو ما إلى زي وصلت الفكرة شكرا جزيلا سيد عاطف سعداوي سيد تود ريفنر ضيفين الكريمين في هذه الحلقة شهدين الكرام لقائنا الأسبوع المقبل إن شاء الله قبل هذا الموعد بنصف الساعة تحياتي تحياتي العدد والتنفيذ سلام عليكم اشتركوا في القناة